تحويل الجدران الصامتة إلى لوحة فنية تتزين بثنون الخط العربي هو العمل الذي يقوم به فريد الذي امتهن مهنة الخط أبدعنا جدا كخطاطين تبادل الخبرات بين الخطاطين كانت تعطي روعة للعمل الذي نسويه نحن عملنا أكبر لوحة ترحيبية كان عمل جدا رائع لأنه كان مختلف الثقافات سواء بخبرتي كخطاط أو بخبرة الفنانين اللي كانوا معاي في الرسم وفي مدارس الخطوط ومدارس الرسم متنوعة الخط على مختلف المواد والقطاع وتجميلها بحروف وعبارات الخط العربي هي الهواية التي حولها فريد إلى استثمار في هذا المرسم الخط العربي زمان كان يقتصر على الوسائل المدرسية الطلبة والطالبات اللي نشاركه في الأعمال المدرسية مع تطور اللي احنا عايشين ومع الحضارات اللي سرنا نتداخل فيها وتتداخل فينا سرنا عندنا شمولية في مفهومنا عن الخط صار يدخل في الديكور صار يدخل في الشوارع التزيين في الإعلانات صار يدخل في كل شيء تميزت في بين الخطاطين أنه أنا أكتب على أي خامة يعني أنا حبيت أني أحيد عن الجادة وأتميز في أني مثلا أكتب يعني أنا أكتب على الحجر أكتب على الشجر أكتب على الجدران أكتب على الخامات على الرخام على الميداليات جذوع النخل طبعا تستخدم في الديكور أدخل هذا الخطاط فن الخط العربي على ديكورات المقاهي لتزين حروف اللغة العربية أغلب جدران المقاهي في مدينته نبي سي وصر مزهم تبوك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر